مسائل خير عليكم مشاهدين الأعزاء في أول حلقات برنامجنا لقطات وزوايا أول لقطة حابب أتكلم فيها حابب أرحب بزميلتي سارة اللي هتكون معايا في البرنامج إن شاء الله مسائل خير عليك يا سارة مسائل خير عليك يا أحمد ومسائل خير على كل مشاهدين الكرام في أول حلقة من برنامج لقطات وزوايا تمام يا سارة إن شاء الله برنامجنا هيكون برنامج متنوع هنتكلم فيها عن كل حاجة تخصوا كل بيت في مصر ولأن الحياة رحلة طويلة مليانة بالناس والأحداث وزي ما فيه ناس اختارت تكون جملة بخط عريض في كتاب حياتنا فيه ناس اختارت تكون كلمة في نهاية السطر قصص كتير وحاجات كتير هنتكلم عنها في برنامجنا قصص ملهاش نهاية الفشل فيها كان جزء من التجربة وإحنا هنا دورنا في لقطات وزوايا نكون معكم لقطة بلقطة نوضح لكم كل زوايا اللي تخص المجتمع المصري والبيت المصري وإن شاء الله هكون معكم في الفقرة الأولى مع فضلة الشيخ الدكتور مجدي الشريف هنتكلم معكم في موضوع مهم جدا يهم كل بيت في مصر عرفين يا صار هيكون معك في الفقرة الثانية جميل جدا يا أحمد وعايزين برضو نعرف المشاهدين في برنامجنا هيكون نتكلم عن كل زاوية في المجتمع سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية هنتكلم في كل زاوية بتخص المجتمع من القضايا المجتمع كمان برنامجنا بنتكلم عن مش بس بيخص الفئة العمرية من الشباب لا بيخص كل الفئة العمرية سواء ناس كبار أو شباب أما الفقرة الثانية اللي هيكون معايا الدكتور طارق درويش اللي هيتكلم معانا عن سلوك الطفل استشاري التربية وتعديل السلوك كل أم في بداية حياتها كل أم في حياتها الزوجية لسه مش عارفة هتتعامل إزاي مع طفلها في معانا في الفقرة الثانية هنتكلم إزاي تتعاملي مع الطفل برنامج إن شاء الله تكون فقرة جميلة جدا يا صلى إن شاء الله انتظروني بعد الفاصل مع فديلة الشيخ الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للكرآن والسنة بمكة المقرمة انتظرونا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مشاهدين الأعزاء وارجعنا لكم بعد الفاصل في فقرة مهمة جدا هنتكلم عن موضوع مهم جدا ألا وهو الحسد غالبية الناس بتكلموا عن الحسد إيه هو الحسد وهل الحسد فعلا بيدمر علاقات كتير وهل الحسد ممكن يؤدي للوفاء أسباب الحسد إيه طب إزاي نحصن نفسنا وإزاي نحصن أهلنا إزاي نحمي نفسنا من ده كله هنلجأ للقرآن والسنة نلجأ إلى الله ولا الأطباء النفسيين ولا إيه النهاردة هنعرف أسئلة كتير مع فاضلة الشيخ الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للكرآن والسنة بمكة المقرمة والمستشار العلمي للهيئة العلمية للتعريف بالإسلام وطبعا فاضلة الدكتور سافر إلى أكثر من 48 دولة ينشر فيها قضايا الإعجاز العلمي أهلا بحضرتك فاضلت الشيخ منورنا فاضلت الشيخ يا ربي يحفظكم ربنا يحفظ حضرتك عزينا نعرف المشاهدين إيه هو الحسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد لأن ربنا سبحانه وتعالى تصدق على هذه الأمة وأنعم على هذه الأمة أن كل خبر ينزل في وحي القرآن والسنة ربنا وعد عباده أن هم يشوفوا بعنيهم الاثنين ربنا قال في القرآن بعد عوضنا الشعجين بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها يعني كل اللي بتقرأه في القرآن والسنة هتشوف تحقق هذه الكلمات بعينيك هيعرفنا الأدلة بالضبط زي ما ربنا قال لنا في القرآن لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون يعني لكل نبأ في كتاب الله تعالى تحققه لو بعد حين النهاردة ربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن الحسد النهاردة زي الإنسان شاف موضوع الحسد أصبحت تجارب علمية جميلة النهاردة ناس يعني معروفين بالحسد ويجيبوا شخص وينظر إلى زجاج لوح زجاج كبير ويظل ينظر إليه لغاية ما لوح الزجاج يتكسر تماماً يا الله إيه اللي حصل صحيح أي حاجة إحنا بنشوفها هي عبارة عن انعكاس للضوء يعني أنا شايفك إزاي الضوء بيجي عندك وينعكس إلى عناي فأنا بشوفهم طيب بشوف الكاميرا دي إزاي الضوء بيسقط على الكاميرا وبعدين بينعكس إلى وهكذا لكن النهاردة اكتشفنا حاجتان جديدة صحيح بنشوف انعكاسات الضوء لكن ربنا أراد للإنسان يخرج من عين الإنسان إشعاعات إشعاعات تخرج من عين الإنسان وقد تكون هذه الإشعاعات ضرة وقد تكون فيها إيه الرحمة بحسب الإرادة الإرادة في داخل الإنسان لحب المنفع وحب الخير هذه الإرادة تجعل هذه العمليات الداخلية تصدر منها إشعاعات من الرحمة والعكس أعوذ بالله يعني هذه الإرادة عندما تكون في إرادة تمني زوال النعمة أعوذ بالله بتبدأ تيه أعوذ بالله تعمل هذا تعمل المشكلة البعض يبدأ يعني ما يبصش إنه يقول يا رب يرزقني زي ما رزقت غيري لا هو بيتمنى زوال النعمة من العبد ده ونها تجيله هو لذلك إحنا هنلاقي دلوقتي قدامنا نوعين من الحسد النوع الأول من الحسد اللي هو بمعنى الغبطة تمني الخير لعند الغير ماشي أتمنى الخير لعند الغير لا حرك قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار رحم على كل الخلق ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ينفق في أبواب في أبواب الخير هذا الإنسان أتمنى أن أفعل مثلاً أتمنى أن يكون عندي القرآن أتمنى أن يكون عندي المال الصالح أنفقه فيما يرضي الله نعمة المال الصالح للرجل الصالح وكذلك كل خير أتمنى لكن العكس أعوذ بالله إن أنا ما أتمنى الزوال النعمة اللي هو بقى الحسد المنهي عنه اللي هو إيه تمني زوال النعمة ولا أعوذ بالله أعوذ بالله لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا في الحديث الشريف استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي النعمة المحسود يعني من أسباب الحسد اللي هي التفاخر والبهرجة وكثوص برضو الحاجة دي إن الإنسان ممكن يحسد نفسه في هذه الحالة سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا حاجة جميلة جداً 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 يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه سبحان الله هو أنا ممكن أحسد نفسي آه ممكن أحسد أهلي آه إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه وفي أهله فيبرك ندعو بالبركة أقول ما شاء الله لقوة إلي بالله ولو لقد دخلت جنتك قلت ما شاء الله لقوة إلي بالله فلما أقول ما شاء الله لقوة الإلي بالله أقول اللهم بارك هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى يحفظ لي من مغبة الحسن وفي حديث برضو جميل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا به أنه كان يؤمر عائشة بأن تسترك بفاتحة الكتاب الله عليك كلمنا عن الحديث نعم سدنا الحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تسترقي بفاتحة الكتاب والمعودات انظر أن الحديث ما قالش كان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بفعل ما دي يعني مره لا 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 كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره يأمر هذه فعل مضارع يفيد الاستمرار يعني بصفة مستمرة سواء محسود أو غير محسود لأن التحصينات للوقاية وللعلاج يعني أنا بقرأ فاتحة الكتاب والمعودات وقاية وكذلك للعلاج كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تسترقي بفاتحة الكتاب والمعودات لذلك بعض العلماء إذا فضلت الشيخ ابن جبريل حفظه الله قال كلمة جميلة جدا أن قراءة فاتحة الكتاب سبع مرات وقراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات قراءة قل أعوذ برب فلق ثلاث مرات قل أعوذ بربنا ثلاث مرات أقرأها صباحا ومساءا وقاية وعلاج طب افترد من أن في إنسان يحتاج يعني محسود طب معلش يعني في حالة إزاي أعرف بقى أن أنا محسود نعم يعني أنت قلت حضرتك أنه يفترد أنه محسود نعم طب إزاي أعرف الطريق الصحيح إيه اللي أنا أعرف منه أن أنا فعليا محسود والله الإستاذة العلماء بيقولوا أن كثرة التثاؤب يدل على الإنسان محسود والعين وفي نفس الوقت أنا ما بيهمنيش أنا محسود ولا مش محسود لكن يهمني أنا قمت بالتحصنات ولا ما قمتش بالتحصنات يعني تحصنته لذلك أحد التابعين لما يعني واحد من الناس نظر إلى إبله وحسدها يعني كادت أن تهلك ويعني وقعت على الأرض فقال كلمة جميلا قال تحصن بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عننا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم هذا دعاء جميل جدا يسهل جدا تحصن بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عننا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ثم نظر إلى هذا الأجل قال رددت عين العائن فارجع البصلة هل ترى مفتور ثم ارجع البصلة كرتين ينقلب إليك البصلة خاصة وهو حسير فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عفا من هذا الحد بالجملة العلاك سهل والوقاية سهلة ولكن لا أنسى الوقاية فلذلك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أنزل لنا فاتحة الكتاب المعاوذة حتى الحديث في صناح مسلم أن الرسول والسلام لما ذكر في الحديث في فاتحة الكتاب قال ما قرأت بحرف منها إلا أوتيته القيم رحمه الله في تفسير الحديث قال إن كان دعاءا أو غيرها فاتحة الكتاب سبحانك يا ربي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك طيب والذي عنده أم الكتاب فاتحة الكتاب فلذلك لو فيه النسان لقدر الله يكون معيون أو محسود أو كذا يعني يقرأ فاتحة الكتاب مثلا سبع مرات يقرأ كل واحدة وعزتين ثلاث مرات يقرأها بعد كل صلاة وعاية الكتاب يقرأ بعد كل صلاة لمدة مثل ثلاث أربع أيام بعد كذا يقرأها صباحا ومساءا أكذا قال فضلت الشيخ بن جبرين لأن أمر الرقية والدعاء أمر مفتوح كما قال عليه الصلاة والسلام يعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا إلا إذا أردت أن أبلغ ناس شايا فأبلغهم عن الرسوع السلام قال أبلغوا عني ولم يقرأوا عن أنفسكم نعم طب هل يا فضلت الشيخ الحسد دلوقتي إحنا سمعين أنه بقى يعني كسر في الفترة دي بطريقة رهيبة نعم لدرجة أنه إحنا نسمع أنه ممكن الحسد فعلا يؤدي للوفاة سبحانه يعني ممكن حد يحسد حد فعلا يموت هو الأبدر بيد الله بس الكسر الموت والأسباب متعددة وطبعا الحسد من أسباب المضرة والإذاء التي يعني تصل إلى ذلك ولكن ناس الله العافية في الدنيا الأخيرة ينتشر الظلام مع عدم وجود الضياء بمعنى لو لم يكن هناك التحصينات يظهر الحسد ويظهر كل إيه كل المشكلات كان زمان وإحنا في الصغر كان بينتشر في كل الدنيا بينتشر موضوع الحاوي لو طبعا تمكن ما تسمعوش عن كده الحاوي يقف مثلا على نصية ويجمع الناس ويبدأ يعمل إيه أشياء تسحر يعني والناس يشوفوها وما إلا زال لكن ربنا أراد في يوم من الأيام بدأ الشباب ينتبه أن قراءة آية الكرسي بتبطل تبطل كل أنواع السحر فبدأ فضل الشيخ خاف سلم من الناس المشهورين يعني في مكافحة والسحر هو وصديقه هو في هذه الناحية وصديقه في ناحية الأوقات بدأ يقرأ آية الكرسي حتى قام هذا الرجل فبدأ السحر بمجرد ما وصل إلى معلوماتهم أن في الشباب بدأ يقرأ آية الكرسي انقاطوا عن هذه الأعمال بمعنى إيه إذا جاء الحق زهق الباطل زي ما ربنا أعلينا في القرآن بل نقضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق قل جاء الحقه وزهق الباطل إذا إحنا أمنا بالتحصينات خلاص لا حسد ولا 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 أي مشكلة من هذه المشكلة معنا بكل من التليفون أستاذ أحمد من الأناطر أهلا وسهلا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك وزاي معالي الشيخ ازاي حضرتك محمد الله في ربنا يباركو عضرتك اه والله أنا كان عندي سؤال بخصوص الحسد والمس وكرا اتفضل اه كنت سمات من شيخ فاضل أن الاستحمام بالملح وفايدة المسك على الجسم يعني وراء الودان وفايدة المسك ايه وفايدة الملح لو الوحد استحمى به تمام نعم تمام بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شكرا شكرا يعني كل أنواع الرقاة والعلاج مفتوحة كما قال عزيزي السلام يعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركة يعني مدام أي نوع من أنواع العلاج ما لم يكن فيه شركة لا حرج لا حرج وطبعا من الأشياء الجميلة جدا اه يعني أبحاث هي بعيدة عن حلقتنا ولكن لا بأس من ذكر مثل هذه الأبحاث يعني علاقة المضرة ومعنى أشياطين ومعنى النجس وهذه الأشياء بالفيروسات ومعنى كروات ومعنى ذلك فطبعا الملح ومثال هذه المواد كلها مطهرات كلها مطهرات تمام يعني مطهرات يعني لا حرج لا حرج ورش الملح في البيت كل هذا لا حرج من المطهرات زي ما يعني ايه تبخ مثلا بالكلور أو ما لذا كلها من المطهرات وكثير من العلماء يتعجبون بهذه الأبحاث الجديدة علاقة الفيروسات وما إلى ذلك بالأشياء المضرة بالنجسات وبالشياطين وما إلى ذلك نعم لكنها من تقطع معنى مدخلة تانية استاذة نادة من القيارة أيها السلام عليكم ازاي حضرتك استاذ نادة عفوا ازاي حضرتك افندي اتفضلي افندي انا عايزة ألبس لو فرح اتفضلي نعم السور بس شوية تمام 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 هل اللي هي لو دناتها تقراها باستمرار باستمرار هل دي ببقى بفيها هدوء للطراف التاني ويرجع قاية الكرسي تمام ماشي اه قاية الكرسي ماشي استني الإجابة من فضلت الشيخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا قراءة آية الكرسي في دبر الصلوات كما قال عليه الصلاة والسلام انا ذكرنا من شوية برضو حده قلت دايما بعض الصلاة دايما نعم كنين بتقولك حاجة خاصة يعني حاجة معينة او في حديث الرسالة والسلام من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلوات لم يمنعهم من دخول الجنة إلى أن يموت دا يعني من وفي نفس الوقت يعني أجيرة من قراءها صباحا أجيرة من الجنة حتى يمسوا من القراءها مساءً أجيرة من الجنة حتى يصبح قراءة آية الكرسي بعد الصلوات يعني من من الكنوز العظيمة إلى ربنا أكرم بها هذه الأمة ولو فيه إنسان عنده مثلا مشكلات في العلاقات الاجتماعية أو ما لذلك لا حرق أنه يقرأ بعد الصلوات يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ آية الكرسي ويقرأ قلوة الوحدة معوذتين ثلاث مرات ويستمر على ذلك حتى ربنا تبرك تلاع فيه ثم لا يقل عن أنه يقرأها صباحا وإيه ومساء بس الأقصر طبعا أنت قلنا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة نعم كان بعد إذن حدثك أنت بتقول كلمة جميلة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة كان يأمر عائشة كلمة مظبوط ولكن المعجزة هنا في إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يعني في حد مضارع يفيد الاستمرار كان ممكن الحديث يجي إذا ما تفضلت مشكور بهذه الصيغة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وظبوط لكن لا الحديث جيب للصيغة المعجزة الجميلة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تسترقب الفتاعة في الكتاب يعني حاجة جميلة يأمر دي في حالة مديرها في الاستمرار يعني دايما أفكر أولادي وأفكر إيه إن إحنا ما ننسى فتاعة الكتاب والمعجزة ورقاية وعلاية السؤال بتقول في مثلا خلاف ما بينها وما بين زوجها على قاية الكرسي ممكن طبعا ولا بالدعاء والتضرع على الله بالدعاء نعم بالدعاء لا بد التوجه هو المقصود كله من الأذكار إيه المقصود من الأذكار التوجه إلى الله كما يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمين من عذابي يعني بمجرد ما احنا بنذكر الله احنا دخلنا في حسن الله ومدن دخلنا في حسن الله خلاص حتى افترض إن في إنسان توجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء إن هذا الدعاء إنه يصلي على رسوله اللهم ماذا تريد يا عبد صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد عبد أستمر في هذا الدعاء الله يخدي لي كل الحاجات يعني بمجرد ما أنا أكثر من هذا الدعاء إن أنا أصلي على رسوله السلام قال عليه الصلاة والسلام إذا أنتك فاهمك ويغفر لك ذنبك ما تشغلتش بالك خلاص ربنا هيخدي لك كل الحاجات وبدون المشكلة ربنا كريم مجدد إن شاء الله عنام مصطفى من الشرقية تفضلي ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو تمحتي عمي الشيخة أنا مش بعرف أدرى يعني يعني طب أنا أدرى هي بعد الصلاة عبر ربنا يستجاب لي أكيد حفظه كله الله أحد المعاوذتين آه حفظوها تمام بعد كل صلاة رقرأ فتحت الكتاب وكله الله أحد المعاوذتين من السنة قراءت كله الله أحد المعاوذتين بعد كل صلاة شار طاية الكرسي آه وبعدين أنا قبل منام الرسول على السلام في نقطة جميلة جد الحديث في الصحية إن الرسول على السلام ما ترك هذه الرقية أبدا في حياته إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليجمع كفيه ثم لينفذ فيهما ويقرأ سورة قوله الله أحد سورة قوله الله أعوذت رب الفرق سورة قوله الله أعوذت رب الناس ويمسح ما استطاع من جسده يبدأ بقافية رأسه يصنع ذلك ثلاثا هذه الرقية الرسول عليه السلام لم يتركها مرة واحدة في حياته حتى في مرضي الشديد قبل وفاته عليه السلام كان الرسول على السلام أمنا عائشة تجمع كفاية فيقرأ ينفذ فيهما النبس ويقرأ فيهما وتمسح على جسده أمر مهم جدا قبل ما نام أقول هذا الدعاء في حفاظة للزوجة والزوجة للأولاد هذا أمر عظيم جدا نعم أنام على وضوء وأقرأ كل واحدة المعزتين وأمسح جسده أصنع ذلك في بقى طريقة سريعة آخر فقرتنا كده طريقة سريعة للتحصن حاجة بسيطة كده من فضيلة الشيخ دي اللي ذكرها فضيلة الشيخ بن جبرين إن احنا نقرأ فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب تمام نعم نقرأه كم قال يعني لأن هذا أمر مفتوح يعني باب الذكر من الباب المفتوحة نقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات ونقرأ كل واحدة المعزتين ثلاث مرات طيب جاب قراءة فاتحة الكتاب سبع مرات منين ابن حجل عسقالي رحمه الله في تفسير الفتح الباري قال في الحديث لما رسوله السلام قال للصحابة الذي قرأ فاتحة الكتاب ما أدرك أنها رخية هذا الصحابي الذي قرأ فاتحة الكتاب لسيد القبيلة وقام كأنه مناشط من عقال فابن حجل عسقالي قال وردت أثار توضح بأن هذا الصحابي قرأ فاتحة الكتاب سبع مرات فمن ذلك أجاء الدكتور بن جبين أن نقرأ فتحة الكتاب سبع مرات ونقرأ كل واحدة المعزيتين ثلاثة مرات بعد كل صلاة بعد كل صلاة بعد كل صلاة بعد كل صلاة بعد كده ما قلش عن مرة يعني إيه مرة صباحا ومساءا ما قلش عن كده لكن في العلاج بعد كل صلاة والأسكار طب أسكار الصباح والمساء الله أكبر طبعا ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا هذه الأسكار تحصيل الإنسان تحصيل لذلك من فضل الله ورحمته إذا أراد الله طبعا اعلم أحد الصلاحين يقول اعلم أن الله إذا أراد لك أن تسأله فإنما أراد أن يعطيك إذا أراد الله تبارك تعالى لهذه الأمة أن هي تهتم بالتحصينات وتهتم بأسكار الصباح والمساء والله إنما أراد أن يعز هذه الأمة وينصرها كلام جميل جدا لو عادنا الحلقة كلنا نتكلم عن الموضوع ده بصراحة يعني موضوع استفدنا كتير من حضرتك وأكد المشاهدين كمان استفدوا كتير فضلت الدكتور مجد الشريف ما يحفظكم بارك شير استنونا بعد الفاصل في فقرة الثانية مع زميلة سارة مع الدكتور طارق درويش استشارة تربية وتعديل السلوك انتظرونا بعد الفاصل